غزوة حنين اللي كانت بعد فتح مكة مباشرة شهر شوال تمانية هجرية خارج المسلمين معهم الطلقاء من أهل مكة وكان عددهم حوالي ألفين ممن أسلموا ومن لم يسلموا من أهل مكة اللي كانوا خارجين بس عشان الغنائم المسلمين ينتصروا ويتهزموا المهم الغنائم بالعكس شمتوا في المسلمين لما تهزموا في الجولة الأولى وكان من بين الشمتانين أبو سفيان وصفوان بن أمية وغيرهم تهزم المسلمين في الجولة الأولى لأنهم قالوا لن نغلب اليوم عن قلة اتعلموا درس ولازم يستفادوا منه أن النصر بيكون بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه حق التوكل وليس العدد أو العدة أو كثرة العدد أو قلة العدد هي السبب في النصر أو الهزيمة المسلمين لما كانوا ينتصروا قبل كده أو بعد كده أو هينتصروا بإذن الله بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجولة الثانية وانتصر المسلمين وأنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على قلوب المؤمنين وأنزل الملائكة قاتل في صفوف المؤمنين وانتصر المسلمون في هذه المعركة بعد أن تعلموا درسا لن ينسوا أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بسبب العدد أو العدة التوكل على الله بإذن الله يأتي النصر